عشان قرر يبقى في النادي رقم واحد وهو وسام أبو علي صفقة يعني أنا بشوف أن فيها من الأمور كتير اللي إحنا محتاجين نتوسم فيها خير أنا عايز أقول أن الفكرة أن أنت قدرت دلوقتي تحصل على لاعب يقيد محلياً وتحافظ على عدد الأجانب اللي هو يسمح لك تدي مودست فرصة لنهاية الموسم ويسمح لك أن حتى بعد نهاية الموسم لو مودست عايز يخرج ما تضطرش تخسر حد أجنبي غيره أو يبقى التحرك بس في الإطار ده عشان تحل مشكلة المهاجم أنت تديت نفسك حلول جيدة جداً قدرت أن أنت توفر بدائل في المركز قدرت سريعاً تنهي الأمور وده شيء جيد وشيء يحسب أكيد للنادي الأهلي ولكن فيه أمر كمان البعض وصل بالعبس والسطحية وضيق الأفق وخليني أحاول أكون مؤدب أنه هو يقول النادي الأهلي أتى بلاعب فلسطيني عشان يعني أنا جبت لعب فلسطيني يعني إذا تحدثنا عن تاريخ النادي الأهلي مع اللاعبين الفلسطينيين فده تاريخ يعني مش عايز بقى أقول من أول يعني العظيم مروان كنفاني لحد رمزي صالح مروراً بلعبين آخرين ولكن اللي عايز أتكلم فيه النادي الأهلي منظومة محترفة أمش عايز أرد عليك بقولك أصلاحنا جبنا فلسطينيين قبل كده لا نادي الأهلي منظومة محترفة النادي الأهلي جايب لعب كنت الصقية تتجاوز المليون يورو النادي الأهلي جايب لعب أرقامه التهديفية جيدة جداً النادي الأهلي جايب موهبة يقدر يراهن عليها النادي الأهلي جايب لعب بيلعب في أوروبا فالنادي الأهلي مجاش جايب لعب من أحد الأندية الفلسطينية المتوضع يقول له تعالي عشان أنا كرمك وحط فكرة أن أنا جبت لعب فلسطيني أي عبس البعض يتحدث به ناديل قال المنظومة المحترفة اللي لسه كنا بنتكلم أنا وقسمة من شوية في حتة إشادة أمفنتين وباحترافية المنظومة حد يقولك المنظومة المحترفة دي جابت لعب عشان ويا أخي هو أنت عندك من حمرت الخجل ولا من الدم اللي نخليك حتى تحاول تلعب شيء يتعلق بالأهواء الجماهرية فيما يتعلق بقضية لعب فلسطيني هو مفيش حياء للدرجات دي هو فيه وش مكشوف للدرجات دي هو المزايدة رقيصة للدرجات دي يا أخي ده أنت حط احتمال واحد في المليار مش موجود حتى طالع تزايد في القضايا الفلسطينية وفي النادي الأهلي اللي دوره في القضايا الفلسطينية يعني دور رائد يتماشى مع دورنا وهو دايما يتماشى مع فكرة الأهداف الوطنية لمصر يعني حسيت الموضوع فيها بس أسامة أكيد عندك تعليق عليه قبل حتى ما نروح للفيديوهات لأن أكيد أنت شفت الكلام ده وخرى خلي بالك شوية مش فلسطيني أكيد عندك برضو كلام عليها ده تدع يعني قالك أنتو جايبين لعب دينماركي وبيكلم وما يعرفش حاجة عن فلسطين أنا مش قادر أستوعب وده برضو فكرة أن أنت مش قادر تشتغل على نفسك أنت شاغل بالك بالنادي الأهلي أنا عايزك تفضل شاغل بالك بالنادي الأهلي لأن الحقيقة ده ممكن يكون أفضل إنجاز أنت بتحققه حقيقة ما فيش إنجازات بتحقق طيب قال إنجاز إيه؟ إن أنا أشغل بالي بنادي زي النادي الأهلي لكن إن أنت تروح بقى لسكة إن دي متجرة بالقضية ومش متجرة بالقضية أنت شفت يا قد إيه الانتباعات اللي وصلت بقى من الشعب الفلسطيني اللي هم أصحاب بقى القضية اللي هم الحق إن هم يتكلموا في هذه القضية شفت الانتباعات اللي وصلت من خلال الشعب الفلسطيني بما إنك بتشوف تعليقات وبما إنك بتتابع ردود أفعال الشعب الفلسطيني في عيز الألم وفي عيز المعاناة في دق أمل في حاجة بالنسبة لهم للنادي اللي هو والله أكتر من نادي عندهم باعترافاتهم بكلامهم الحقيقة بيبسطنا جدا ونتمنى نتمنى يكون جزء بسيط من تخفيف المعاناة فقط لغير إن يكون النادي الآلي ده دي مسئولية النادي الآلي الحقيقة ومسئولية كل فرد بيعمل فيه منظومة النادي الآلي ودايما النادي الآلي قام بالدور ده ودايما بقولها من قبل 48 ودور المسئولين وكل فرد في منظومة النادي الآلي واضح جدا دعمه القضية الفلسطينية وبنتشرف بده وبنفتخر بده الحقيقة من قبل 48 من أيام نجوم القاهرة والمباريات الشهيرة اللي البعض برضو حاول إنه هو يفسد كل شيء جميل كعاته هو اعتاده على كده هي جينات بتتوارس تعالي نفسد كل ما هو جميل طب إيه هو كل ما هو جميل في الرياضة المصرية هو النادي الآلي ما أقولي أنت فيه إيه تاني في الرياضة المصرية ودايما بقولها على مستوى الاندية النادي الآلي على مستوى اللاعبين بره محمد صلاح يعني هما دول اللي عاملين شكل الرياضة المصرية فطبعا كان كلام عبسي جدا عن فكرة اللعب أعتقد هيكون فيه رد من الجانب الفلسطيني عن فكرة تعاقد النادي الآلي مع اللعب اللعب اللي ممكن نسترد أرقامه عشان تبقى فاهم الناس إن احنا جايبين لعب له أرقام جايبين لعب محتاجينه بالفعل بعد بحث ليه ما رحناش جيبنا أي لعب فلسطيني وفي أي مركز وخلاص لا لعب الحقيقة لو 177 مباراة مسجل 74 هدف اه يوسي اه مسجل 74 هدف ومساهم في 14 هدف يعني ده رقم جيد جدا يعني يناسب احتجاجاتنا دالي نتمنله التوفيق لأن في النهاية أنت بتجيب الصفقة تبعا لاحتياجاتك الفنية الأمر بيتوقف بعد كده على الملعب على الانسجام مع زملائه على التوفيق من عدمه لأن أي صفقة يعني شفنا صفقات كتير بتكون احتمالات نجاحة كبيرة جدا ولكن بيبقى في بعض الأوقات غير موفق وصفقة تانية تبقى شايف إن هي ممكن تيجي تاخد وقت على ما تدخل الفريق فتلاهي من أول يوم الترس الشغال وعندنا مثال في مروان عطية فنتمنى إن شاء الله وسام يبقى الترس الشغال بما إننا جايبينه في يناير وتبقى صفقة يناير مع عمر كمال عبد الواحد اللي ينزل على طول يقدم يعني أوراق اعتماده ويحاول مع كل هدف مع كل إنجاز يحققه مع النادي الآلي يرفع يعني بعض من ألام الشعب المناضل شعب الفلسطيني شعب العام بل شعب كل عام إن شاء الله بإذن الله يكون وسام مفارس يعني يحاول يدخل البهجة على قلوب أنا عارف إن أي لعب أهلاوة هيسجل أو حاجة دي ممكن ترفع بعض الألام عنهم ولكن فيناه برضو لما يكون لعب يعني ابن بلدك ده موضوع مختلف تماما طبعا وشفنا أيام وجود رمزي صالح كان دايما يحكي قد إيه يعني الشغف اللي موجود بالأصل يا جماعة وانا بيجي لي رسال كتير جدا من أهلنا في فلسطين دايما يتكلموا بفكرة إن إحنا يا جماعة عندنا يعني مشاهدات وشغف النادي الآلي أنتوا بتتعاملوا إن إحنا يعني دولة فيها ناس بتحب الأهل الكسة مش كده إحنا زيك يعني أنت يعني دايما الناس تكلمني أنتوا مش وصلاكوا قوي يعني بنحسها في الكلام لو مثلا زي ما تيجوا تقولوا والله تونس بيتكلموا حلوة عن نادي الآلي زي ما أنتوا بتجيبوا والله يوسامكا لسه حدو بينهشنا الفكرة دي بس هو فيه خلط بسيط مثلا تقولوا أحيانا الناس في تونس بتشيت بالأهل وبعدين تقولوا الناس في فلسطين بتحب بالأهل الكسة مش كده إحنا عاشيين معاكم الأهل بتاعكم ضبط التعامل بتاع القياس إن إحنا ناس من دولة تانية هي بتشيت بالأهل يا عم إحنا هلوية زيك ما تقولش إن أنا بشيت بالأهل وكأنه استثناء فده كان شيء رائع يعني